السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت بالأمس أبحث عن موضوع فيديو وقد وجدته هنا في هذا التعليق أرجو أن تضيف كيفية إنشاء كهرباء مع تأثيرها لست أدري ما الذي يعنيه بكهرباء بالذات هذا المعلق لكني رأيت فيديو منذ أكثر من سنة تقريبا عن كيفية عمل تأثير كهرباء بطريقة رائعة الفيديو نسيت أين وإلا كنت قد أظهرته هنا في مكان ما أوضعته في ديسكريبشن لم ألتقيه منذ سنة هذا الفيديو لكني أحفظ الطريقة وأعرفها جيدا وهي طريقة سهلة ورائعة جدا نبدأ بهذا المكعب لكن قبل ذلك أريد التنويه على أهمية الاشتراك فهو وقود كل القناة وهو مستقبلها لذلك إذا وجدت هذا الفيديو مفيد وأعجبك محتوى هذا القناة وكنت مهتم بما تقدمه هذا القناة وفقط إذا كنت مهتم اضغط زر السبسكريب لأنه سيكون مفيد جدا ومهم جدا ولا تصدق كم يحدث ذلك من فرق جي وأرفعه فوق الصفح كنترول حتى يأتي هنا ثم بعد ذلك أضغط شيفت اي وأضيف صفح ثم أتي إلى هنا وأجعله أكبر بعشر مرات أو عشرين مرة يكون كبير جدا هذا أفضل أضغط سفر للنظر عبر الكاميرا ثم أضغط جي شيفت زد وأجعل هذا الصفح هنا وهذا كل شيء وربما أعدل الكاميرا بعض الشيء وربما أزيد من تكبير السطح جي شيفت زد هكذا أبدأ الآن بالتعديل على هذا المكعب أولا أضغط طاب للدخول في Edit Mode ثم أضغط W ثم Subdivide أتي إلى هنا وأجعلها ربما أربعة لكن كافية وأربعة رائعة في الواقع طاب للخروج من Edit Mode ثم أتي إلى Modifiers وأضيف Wireframe Modifier أتي إلى هنا ثم Wireframe وتلاحظه ما الذي فعل هذا الواي فريم التكنس جيد وإلا إذا لم ترضى به فزد من السمك هنا أضغط Shift وأسحب وأزيد من السمك إذا لم ترضى هذا يبدو جيد على كل حال انتهينا من هذا الآن أستحدث Collection جديدة عن طريق الضغط بزر الفارة الأيمن ثم أتي إلى New ثم أسميها مثلا Elect وهي اختصار كلمة معزة لا أمزح اختصار كلمة Electric كربا أو ما شاء أتي إلى هنا وأخفي هاته ثم أبدأ الآن أتأكد من أن هاته المحددة لأنك إذا أحددت هذه وأضفت شيء فسيحاول إضافة هنا في هذه غير المفعلة ولن ترى شيء هنا لذلك يجب تحديد هذه Shift-A ثم Match ثم Play ولا يهم صراحة ما الذي تضيفه سأضيف شيء آخر Shift-A ماشي أدري دورس مثلا قلت لكم لا يهم ما الذي ستضيفه أضغط Tab للثهور في Edit Mode لماذا؟ لأننا سنجمع نقاط هذا الشيء في المنتصف Alt-M Alt-Center الآن لدينا نقطة واحدة تأكد من أنك في وضعية تحديد النقاط من هنا أو اضغط واحد للتأكد من ذلك واحد الذي فوق الأحرف لماذا؟ لأنك إذا كنت في وضعية تحديد الحواف أو الأسطح وحاول تحريك هذه النقطة فلن يتحرك شيء وتقول ما الذي حدث ما الذي حدث أنك تحاول تحريك نقطة في وضعية تحريك الأسطح وهذا شيء غير منطقي المهم أتي إلى وضعية تحريك النقاط أضغط A لتحديد النقطة ثم أضغط 1 ثم أبدأ الآن بعمل تشعوبات ثم أبدأ بعمل تشعوبات قلت أضغط A الآن وتحريك هذه النقطة في كل الاتجاهات مثلا وأتأكد من أني في كل مرة أتحرك حتى أعمل تشعوبات في 3D View ربما هذا يكون كاف للفيديو ولكن إذا أردت أن يكون الأمر أفضل فعليك أن تجعلها متشعبة أكثر أضغط الآن Tab للخروج من Edit Mode وأطبق شيء على هذا Modifier معين إما Wireframe وإما Skin Modifier هاتي إلى هنا وأطبق Skin Modifier ثم بعد ذلك أضغط Tab للدخول في Edit Mode أضغط A لتحديد كل شيء ثم أضغط Control A لعمل Scale لهذا Skin Modifier Control A ثم أسحب هكذا إلى هذه الدرجة تكون كافية وفي هذه الحالة كانت أفضل في الواقع لأن في الحالة الأولى بعض هذه الحواف لم تكن مكسوة بهذا Skin Modifier ثم بعد ذلك ينبغي أن أدخل بعد ذلك Subdivision Modifier بعد هذا Subdivision Surface هذا سيتقل في Viewport بعد بعض الشيء لكن إذا شئتم بعض التمايز وجعله يبدو غير منتظم فلابد من Subdivision Surface ثم بعد ذلك Display Modifier Display Modifier لجعله غير منتظم بكل تأكيد أضغط New الآن في هذا Display وأتي إلى هنا إلى Texture Tab ثم أتي إلى هنا وأجعلها Cloud تلاحظون هذه النتيجة الغريبة سأقل سكر سكيل بـ Size بعض الشيء هنا حتى تصير هكذا لكن لا تقلقوا من هذا المنظر البشع أتي إلى الموديفاير وأجعل Strange هنا ربما 0.1 وأرى النتيجة ثم ربما 0.03 تكون جيدة نعم أظن أن هذه جيدة بعض الشيء لكني أحتاج إلى أحتاج ربما إلى Displays أخرى سأجرب الآن Displays وأجعلها كبيرة بعض الشيء أتي إلى هنا وأضغط New ثم New هنا ثم أتي وأجعلها Cloud كذلك ثم أكبر بعض الشيء في هذا ربما إلى نأتي الدرجة وأرى النتيجة ثم أتي الآن إلى الموديفاير تلاحظون أنها 0.5 أتي إلى الموديفاير وأجعلها 0.1 مثلا ربما سأصغر بعض الشيء من هذا أتي إلى هنا وأجعلها ربما 0.25 مثلما كانت نعم 0.25 أفضل ثم أتي إلى الموديفاير وأجعلها هنا ربما 0.0 7 تكون أفضل نعم هذا يبدو جيد هاتي الآن وأضغط Tab للدخول في Edit Mode أضفئ كل الموديفاير هنا هذا وهذا 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 أتأكد من أن كل النقاط محددة ثم أتي إلى هنا إلى الVertex Data هنا وأدخل Group جديد مجموعة جديدة لن أسميها لأنها المجموعة الوحيدة ثم ما الذي سأفعله سأضغط الآن Alt A لإزال تحديد عن كل شيء ثم أضغط C وأبدأ الآن بتحديد كل النقاط التي في نهاية هذه الأشياء في النهاية فقط النقاط التي في النهاية C أتأكد من أني على الأقل حددتها كلها أو معظمها من الأفضل كلها C وهذا لإعطائها نسبة تأثير 100 ب100 C وسترون ذلك في هذه المجموعة وهذا لغرض معين ربما هي محددة كلها الآن C ثم بعد ذلك آتي إلى هنا وأضغط أتأكد من أنها واحد وأضغط Assign ثم أضغط H لإخفاءها ثم أبدأ بتحديد التي في النهاية كذلك دائما التي في النهاية C إذا انتهيتم من تحديد أي شيء وأردتم التفاف فلن يجح ذلك اضغطوا زر الفأر الأيمن حتى أو إذا أردتم استخدام الأدات كما هي اذهبوا إلى هنا وستستخدمونها وتستطيعون التفاف وكل شيء أما إذا ضغطت C فلن يجح الأمر أعني بذلك إذا ضغطت C فلن تستطيع الالتفاف وأنت تحدد أظن أني حددتها كلها سأنقص الآن ربما إلى خمسين بالمئة أو ما شابه ثم أضغط Assign ثم بعد ذلك أضغط H لإخفاءها ثم آتي إلى أظن أني Ctrl-Z أظن أني خلفت واحد أو هاته أو Ctrl-Z ثم أضغط Assign من جديد في خمسين بالمئة ثم أضغط H لإخفاءها ثم آتي إلى دائما إلى الأخيرة ثم أخفضها ربما إلى الأربعينات أو الثلاثينات ثم أضغط Assign ثم بعد ذلك أضغط H ثم أحدد الأخيرة دائما أخيرة في العنقود ثم آتي إلى هنا وأخفضها ربما إلى هذه الدرجة ثم Assign ثم H ثم بعد ذلك نفس الشيء أحدد الأخيرة وربما أنزل بعض الشيء إلى هنا ربما بلغت بعض الشيء لا يهم سأجعل كل هذه الدرجة وربما إلى هذه لا Assign ثم بعد ذلك H ثم أحدد هذين وأجعلهما ربما بنسبة قليلة جدا ثم Assign ثم هذه سأجعلها بصفر صفر كليا حتى لا تتحرك ثم Assign ثم بعد ذلك أضغط Alt-H لإعادة هذا وأظن أني خلفت بعضها لا لم أخلف شيء أضغط Alt-Ala إذا تحديدنا كل شيء ثم أضغط Tab للخروج من Edit Mode ثم آتي وأطبق Shrink Rub Modifier وأجعل هذا المكعب هو الهدف آتي إلى هنا وأطبق Shrink Rub Modifier لكن هذا Shrink Rub يجب أن يكون هو الأول في القائمة على الأقل أن يكون قبل Subdivision Surface حتى لا يفسد الأمر قبل كل شيء يجب أن يكون هو الأول آتي إلى هنا وأطبق Shrink Rub أدفعه إلى الأمام إلى أن يصير هو الأول هو الأول هو الأول ثم بعد ذلك آتي وأجعل ذلك المكعب هو الهدف المكعب الذي جعلناه يبدوك تلاحظون أنه طبق هذا Shrink Rub Modifier كلية ولكنني سأجعله يتطبق على أساس ذلك الVertex Group الذي استحددناه بحيث أنه يطبق على التي أعطيناها ويت بنسبة مئة بالمئة مئة بالمئة ويطبق على التي خمسين بالمئة خمسين بالمئة وكذا ذلك فضغطت الآن ذلك الـ Group فلاحظوا كيف زي تطبق بهذه الطريقة وإذا حركته الآن فلاحظوا الأمر الأمر رائع جداً حتى أفضل مما صنعته في المرة السابقة الرجل عنكبوت أو ما شابه الآن إذا استظهرت هذا فتلاحظوا النتيجة الآن سأعيد استظهرك من Modifier لكن سيثقل هذا في الـ Viewport بعض الشيء وتلاحظوا النتيجة الآن الآن نمر إلى الـ Shade وهو ربما أضغط واحد وأنا استحددته هنا في المنتصف سأضغط G واتي به إلى منتصف هذا المكعب وتلاحظوا الآن نتيجة أتي الآن إلى الـ Shade وأجعل هذا عبارة عن Emission أجعل هذا عبارة عن معدل New ثم أرفعه إلى Metallic إلى 100% أجعل الـ Roughness في حدود 20% أو ما شابه هذا كل شيء بالنسبة لهذا أحدد هذا أضغط New ثم لا أحتاج هذا الـ Principle أضغط X Shift A Shader Emission أربطه هنا وأجعل ربما النسبة القوة ربما 100% أو ما شابه هذا جيد أتأكد من أن الـ Bloom هنا مفعل في الـ Render Tab الـ Bloom مهمين جدا و Screen Space Reconnection الـ Bloom هو ما يحدث هذا الوهج هنا إذا ضغطت هكذا فسوف يزول الوهج كليا ربما أحدد هذا السطح الآن وأعطيه مادة أكثر ظلمة بعض الشيء بأتي الطريقة ثم نعمل Animation لهذا الشيء عن طريق Keyframe في الـ Rotation أو ما شابه وكذلك في الـ Location ربما ثم إذا استعرضنا الآن Animation فتلاحظون ما الذي سنحصل عليه سنحصل على هذه النتيجة وهي أفضل حتى مما أريتكم إياه في البداية سأعمل الـ Render ثم أعود الـ Animation بكل تأكيد وانتهى الـ Render الآن تلاحظون النتيجة النتيجة ربما أفضل حتى مما نشرته في الفيديو السابق هذا كل شيء بالنسبة لليوم إذا عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب اضغط زر الجارس تعليق إنشاء تشاهد كل هذه الفيديوهات التي تظهر هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته